في الستينيات ستة الحبايب طبعا دي كانت قمة تعاونها مع عبدالوهاب ستة الحبايب طبعا فيه كذا أغنوة تانية تهجورني بحكاية مثلا من الأغاني اللي أحبها قوي لكن ستة الحبايب هي الظروة لا شك ذروة لأنه عيشة الغد دلوقتي قوي وبعدين كونك تنجح قدام عبدالوهاب يعنيه قدام عبدالوهاب هما الاتنين غنوها بنفسه ما ودعش كده قدام عبدالوهاب طبعا عباب يغني عبدالوهاب يجب حقيقي عباب عندما يغني من الصعب أن حد يغني حتى المكلسوم اشترت التعليف انت عمري هو كان عايز يغنيها أنه قالته إذا غنتها لا هغنيها ولا هتلعها على استوانات ولا بتاع فتبا عباب لأ الدنيا هيخسر كل حاجة فمغنهاش اللحنة اللي انت اللي سمعه الصوت عبدالوهاب على العود ده بعد ما مات المكلسوم بعد 75 لكن الغنو دي 64 لم يغرق عبدالوهاب على غنائها بناعا على مرغبت المكلسوم عبدالوهاب خطير عندما يغني خطير يعني مثلا كل ده كان ليه نجات غنتها قبل عبدالوهاب لكن كل الناس تعرفها على عبدالوهاب محدش يفتكرها بصوت نجات ولا تجزيب صوت عظيم لا لا تجزيب اوكي يعني نجات موجودة بصوت عبدالوهاب وعبدالحليم لا بتكلم على كل ده كان ليه الناس لا تتذكرها إلا بعبدالوهاب أنا بأدي لك لأي مدى خطورة أن يغني عبدالوهاب فلما فايزة أحبد تقف مش عايزة أنت فوقت على عبدالوهاب ولكن كان فيه توازي ناس تحب الغنوة ست الحبايب بصوت عبدالوهاب وناس تحب ست الحبايب أيضا بصوت فايزة تدفع القوة